أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحقيقة كان من المقرر انهاء الموسم في نهاية الشهر السادس ولكن لتغير الخطة ونيتنا السفر وقضاء عطلة أيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركة مع الأهل وهذا يعني أن نترك المزرعة المائية فوق سطح المنزل لمدة عشرة أيام تقريبا ومع هذا الجو الحار يعني يصعب الاعتناء بالنباتات أو قد نفقدها بسبب ضعف المياه أو ما شاكل ذلك فقررنا أن نرهن موسم قصرا ونزيل النباتات طبعا استعجلنا برفع النباتات لكونها عندما نتركها فترة أطول قد تتيبس وتجف سيقانها وأوراقها وجذرها ويصعب بشكل كبير عملية التنظيف وإزالة المخلفات هذه حيث تكون مع جفاف الأوراق والسيقان صعبة ومزعجة لذلك قررنا أن ننظفها وهي ما زالت خضراء ونتخلص منها وتنظيف أولي للمزرعة والأنابيب والاستفادة من هذه الأيام الحارة بعملية التعقيم الطبيعي حيث أن عند غلق المنافذ وإغلاق الساحبات ومفرغات الهواء والتبريد وسوف ترتفع درجة الحرارة في داخل المحمية إلى أكثر من 50 درجة مئوية وهذه تعتبر درجة خلال المدة الطويلة لمدة شهر أو أكثر عملية التعقيم الطبيعية لما موجود من مسببات مرضية أو يرقات وبيوض لبعض الحشرات إن وجدت وإن شاء الله بعد هذه المدة سوف نقوم بعملية التنظيف والغسل وتعقيم بمادة المواد المعقمة واستعناف العمل على الموسم الجديد إن شاء الله تعالى قد يحتاج المحمية قد تحتاج إلى بعض التطوير والإضافات إن شاء الله سوف نطلعكم عليها أولا بأول هذا ولكم أني كل الشكر والتقدير والتحية والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر